موسيقى أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء في هذا المؤتمر الصباح الجميل الذي نهدف من خلاله الوقوف على ما تم يعني بالأمس من تسليم المؤسسات الحكومية والمدنية التي كانت في نطاق الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا القطاع الثاني تم بالأمس تسليم مؤسسات المياه الصرف الصحي المحافظة وذلك بحضور الإخوة أعضاء لجنة التسليم المشكلة من الآخر المحافظ الدكتور أمين أحمد محمود وأعضاء اللجنة اللي حاضرين بحضور أيضا الأخ المهندس بدري الإبي مدير عام المؤسسة المحافظة وتم تسليم حراسة هذه المؤسسة للإخوة في الشرطة العسكرية مثل من قائد الشرطة الأخ حميد جمال الشميري ومندوبهم في الممثل الشرطة العسكرية في المؤسسة الأخ العقيد عبد الواحد الثقاف عندي بعض الأمور أطرحها للجميع ابتداء إخواني الكرام القيش الوطني منذ نشأته وتشكيله في هذه المحافظة وسائل المحافظات كان من أولى مهامه الرئيسية والأساسية هي التحرير تحرير المدينة والمحافظة من الانقلابيين هذه المهمة الأساسية والرئيسية لكن ونحن نسير في عملية التحرير ظهرت لنا في الطريق بعض المستجدات نحن أثناء من نحرير نجد أمامنا مجموعة من المؤسسات الحكومية فكانت هذه بالنسبة لنا في بداية الأمر مشكلة أين نتواجد هل نظل يعني نلاحق العدو الانقلابي أم نتوقف في حماية المؤسسات الحكومية فكان أمامنا تحدي كبير ومع ذلك نحن في هذا القطاع الثاني باللوثين وعشرين ميكا وفي كثير من القطاعات أنا أعتقد بدلوا جهدهم وحاولوا أن يجمعوا بين الأمرين بما استطاعوا من إمكانات وإمكانات لا تكاد تذكر الكل يعرف ما هي الإمكانات الموجودة في إطار القيش الوطني فضلا عن إدارة الآمن فضلا عن السلطة المحلية نحن وصلنا إلى هذه المؤسسة قبل ثلاث سنوات إلا أشهر تقريبا لأنه بفضل الله عز وجل من الله علينا بأن تقدمنا سريعا في بداية الأحداث في بداية الحرب كنا في تبة الإخوة ثم انطلقنا يعني بعدها بشهرين تقريبا وصلنا إلى مكتب الضرائب مقر المؤتمر الشعبي العام المؤسسة المواصلات المالية تقاوزنا كل هذا المربع الحكومي والمربع الأمني في وقت قصير جدا وصلنا إلى مشروع المياه المحافظة تقاوزناها إلى البيت المخلوع إلى جوار القصر الجمهوري كدنا لكن نظرا للصعوبات والإمكانات الصعبة والعدو ينزع يضطرنا إلى أن نتوقف كثيرا في بعض المناطق وبدأنا حينها بالترتيب لكيف نحمي المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ودخلنا في إشكالات كثيرة في ظل غياب الدولة لم تكن هناك دولة لا محافظ لا يوجد تعيين لمحافظ لا يوجد وكلاء لا يوجد مؤسسات لا أمنية لا إدارية لا يوجد إلا أنت أنت الجيش أنت كل شيء أنت المسؤول عن حماية المواطن عن حماية الدولة عن حماية المؤسسات لما تبقى منها من الإمكانات تم التضحية في حراسة هذا المكان بثلاثة شهداء عند البوابة حراسة بقضائف الهواني أكثر من قريح تقريبا أكثر من عشر إلى عشرين قريح بعضهم فقد عينه بعضهم فقد أجزاء من قسده أن ما نقوم به هو في إطار واجبنا واجبنا أولا كمسلمين واجبنا كجيش وطني واجبنا كدولة نحن لسنا من خارج الإطار نحن دولة سلمنا لدولة سلمنا لدولة نحن الدولة بجناحية العسكري وزارة الدفاع القيش الوطني سلمنا المؤسسات المدنية وبحماية المؤسسات العسكرية الأمنية أن نسيهم الخير في كل المؤسسات في كل الجماعات في كل الأحزاب في كل الأشخاص في كل الفصائل التعميم غلط يا أخواني التعميم غلط حتى اليوم أن نعمم على فصيل معين أنه هذا فصيل كله وسخ كلهم سراق كلهم كذا خطأ خطأ والشكر للموصول الكبير للإخوان الذي حافظوا وبدأوا قهد كبير في إدارة هذه المؤسسة من حماية السابقة الأخ عيسى دائل والفريق الذي كم معه ما قمنا به لا يعتبر منا على تعز وأهل تعز وإنما هو واجب كما ذكر نفتخر أن الله وفقنا لحفظ هذه الأمانة ونفتخر أكثر أن الله أعاننا على تسليمها كما استلمناها بل نشكر الفريق القائم حراسة وصيانة في مشروع المياه لم يكتفوا بالحراسة فقط وإنما كان لهم دور في الترميم قذائف الهاونات كانت بين الحين في الأسبوع من مرتين إلى ثلاث مرات قذائف هون تصيب هذا الموقع وكانت الخزانات الرئيسية تتضرر وكان دور الشباب صاحب الهم أن هذه مسؤوليتي وكانوا يقومون بالترميم مستشفى العسكري كذلك سلمت مستشفى العسكري بكل عدتها وعتادها حتى أن مدير المستشفى يقول وهذا فضل من الله وفخر لنا أنه لم ينقص حتى مقص واحد هذا بالحرف الواحد كما قال كلية الطب مواطيرها موجودة الذين كانوا يزايدون والأخ المحافظ تواصل مع القهات المعنية وحضرت لقنة وصورت المواطير ومواطير كذلك البنك موجودة وهنا بعض الصور سنتركها للإعلاميين هذه الصور المواطير والمعدات سنتركها للإعلاميين لمن أرد التوثيق مؤسسات كثيرة جدا تم استلامها من ضمن هذه المؤسسات أنا سأتكلم في الجانب الآخر المؤسسات الخاصة التي سلمناها لأصحابها ومعنا وثائق وثائق تدل على هذا التسليم بالكامل من هذه المؤسسات الخاصة بنك التضامن الإسلامي مدرسة جنة المعارف الأمجاد مستشفى الكندي بفرعيه الكائن جوار المحافظة ومستشفى الكامب صالة الملوك سباء لتأجير السيارات معرض البلاستيك الجامعة الوطنية في حوض الأشراف معهد تعز للعلوم الصحية جامعة الأغابرة والأعروق المهيب للصرافة مركز التوفير مول مؤسسة الاستقبال وكثير كثير جدا من المؤسسات والمنشآت الخاصة في الحقيقة مؤسسة المياه لم تتوقف خدماتها والزملاء الموجودين في الميدان من تاريخ 4-12-2014 من بداية الحرب ومن بداية استشعار الحصار الذي ضرب على المدينة وبالذات مصادر المياه قمنا بالتحرك وبتجهيز داخل المدينة 15 بئر وكان هذا التجهيز لهذه الآبار من مخازن المؤسسة وتعاون الإخوة القائمين هنا وبناء على تقارير من المهندسين المختصين وبطلب من المهندسين المختصين وبتوقيه بأوامر بإخراج هذه المواد حرصا مننا على سلامة القوانب الإدارية والمخزنية وبفضل الله تم تخفيف معاناة المواطنين خاصة بعد تبول هؤلاء الناس داخل الويتات وهناك كان من النساء والأطفال من يخرج لكي يبحث عن قطرة ماء فيعودون إلى بيوتهم أشلاء ودماء كان يستهدف الويتات بالقذائف وما حصل بالحوض هنا لاستشهاد نساء وأطفال وهم يبحثون عن قطرة الماء فالحمد لله تم تخفيف هذه المعاناة وإيصال المال للبيوت الذي ممكن أن نصل إليه عبر هذه الشبكة والآن نصل إلى أن تقوم المؤسسة بدورها كاملا إن شاء الله فنحن هنا نوجه الشكر الجزيل لجيشنا الوطني الجيش الوطني هذا الذي يسكب الدماء والأخ هنا سعيد أمام الله إخوة أحد ضحايا هذه القذائف الأخ سعيد فقد إحدى عيني وهو مرابط في هذه المسأة فالشكر الجزيل للجيش الوطني وقيادة المحور واللواء 22 ميكا والقطاع الثاني في هذا اللواء ونشكر للأخوة المرابطين هنا وعلى رأسهم العقيد يحيى الريمي حفظه الله وأيضا نشكر الأخوة الذين يستلمون الدور منهم ممثلة بالعقيد عبد الواحد السقاف الشرطة العسكرية هذه فالجميع جيش و ومواطنين وأيضا موظفين لدينا أيضا هنا في المؤسسة شهيد رفعة رحمه الله وكان مرابط حتى آخر لحظة في الطوارئ فنترحم على الجميع ونسأل الله أن يتقبلهم فالأمل معقود في هذه المدينة على أن تنهض من ركام الدمار بفضل تكاتف الجميع فهنا حينما أشكر هذا القطاع الثاني في اللواء أيضا أشكر بقية الفصائل الذين سيسلمون بقية المواقع فصائل الجيش الوطني أشكرهم مقدما لتسليم بقية مواقع المؤسسة حقيقة والله أنني أشعر بفخر واعتزاز أنني شاهدت من جيشان الوطني روح المسئولية والمحافظة على المتلكات الخاصة والعامة وهذا نموذج لهم وأنا كنت لي الفخر أنني شاركت في القبهة معهم في نزع الألغام وكنت أعلم مدى حرصهم لدرجة أنهم كانوا قموة تلحيم من أبواب حق المواطنين وبالنسبة للمؤسسة وقدنا تعاون كبير جدا وبكل سلاسة سلمت بطريقة يعني بطريقة إدارية صحيحة بكل إقراءتها ولم تم أي عرقرة لنا أنا هذه الفرصة أستغل هذه الفرصة لأتقدم إلى هؤلاء بالشكر القزيل وسنظل سيظلها مات على رؤوسنا لأنني أشعر لأنني شاهدت في مؤسسات أخرى كيف كان وضعها وشاهدت ما حصل في مؤسسات المياه وأنا والله إن أنا أبكي دمع على ما حصل من إزاءة البلاط حتى والمفاتيح الكهرباء تم تكليف الأخ سعيد بالمخازن بشكل عام ومعرفة بعض الأدوات والاحتياجات الخاصة بالمؤسسة كان الباش المهندس يوقف في ما يتعلق بالاحتياجات لبعض الآبر داخل المدينة وبعض الاحتياجات للمؤسسة نحن نحلها بشكل مباشر إلى الأخ مسؤول المخازن ليقوم بإعطائها وتسليمها لمن يكلفه المهندس ويتم الإخراج بناء على أمر تصريح وخروج لهذه المعدات والأدوات الخاصة بالمؤسسة والتي حريصنا قدر الإمكان أن يتم بشكل سليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر